اهل الجزيرة والليو 20 شمس واخر المستجدات محمد مساء الخير ورحب لنا بالليو 20 مدر التنفيذ لنادي الاهلي ان شاء الله نشوف معكم اخر المستجدات مساء الخير زميلي اهب الخطيب اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة والاحداث الرياضية تتوالى على النادي الاهلي في الفترة الحالية ما بين مباريات دولية وعالمية كمبارات اتلتكو مدريد في نهاية هذا الشهر مبارات السوبر المصري الحدث اليوم المؤتمر الصحفي الذي اقيم صباح اليوم بخصوص هذه المباراة الهمة والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد في السنة عشر من شهر يناير القادم بالتأكيد كل هذه التفاصيل سنتوجه بها من خلال اسئلة مع سيارة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي وانقل لك تحيات زميل ايهاب الخطيب وديوفه القرامة في الستوديو في هذه اللحظات عن الملفات القادمة والملفات مباراة اتلتكو مدريد ثم مباراة السوبر لكن ابدأ بمباراة السوبر والمؤتمر الصحفي بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا بيكن في النادي الاهلي والنهاردة كان فيه مؤتمر موجود في خارج النادي احد فنادخ كوبرا يعني حضر كابتن هنا بريدة رئيس اتحاد الكورة حضر كابتن محمود الخطيب ومهندس سامير حلوية رئيس نادي المصري وحضر كابتن حسام وكابتن سيد وحسام إبراهيم حسن الحياة كان مؤتمر على مستوى عالي جدا حاجة يعني زي مؤتمرات اوروبا اذا كانش يزيل يعني كان متنظمة مطارية كويسة جدا عرفنا طبعا التوقيتات انه ان شاء الله يبقى متنشر كان يعني المؤتمر كانوا تروحه جميلة جدا روح رياضية الناس كلها امان ومغارات اخرج بشكل كويس حريق باسم مصر مش مهمين الفائز من اللي هياخد الكاس طبعا نتعشى بيكون نادر اهلي لكن في الاخر الناس كلها يعني حديث كله كان ودي كان حديث جميل مؤتمر على مستوى عالي جدا واعتقد ان التنظيم هيكون على مستوى عالي جدا طبعا نشكر الاخوة في الامارات لان هم هي بيستضيف المباراة وهم هناك مقدمين كل التفصيلات للفرقتين ان شاء الله طيب بالطبعا هي المباراة مسؤولة او من خلال التحدي قرة القضاء ومن خلال الشركة الرعية لكن اكيد الاهلي حدد معد صفروا تدريباته خلال الفترة القادمة استعداد النادي الاهلي خلال الساعات القادمة لهذه المباراة خاصة خلاص طالما اتعام المؤتمر صحفي فيبدأ العد التنازلي لبداية هذه المباراة ان شاء الله بعد حوالي اسبوعين ان شاء الله هو مؤتمر النهاردة يعني زيادة طول حالتك تعريف على البطولة وكده لسه في اجتماعات اخرى بقى للاجرات التنظيمية يعني هيبقى الاهلي هيبقى له كم تذكرة هناك النادي مصر يبقى له قد ايه المدعوين ميني يعني كلم ده لسه اجتماع اخر يعني قريب ان شاء الله يتحدد لكن بالنسبة لسعداتها المشكلة بس في الكورة عندنا ان احنا بنستعد كل خمس زيائق يعني هنا عندنا بكرة ماتشة عندنا جمعة ماتشة عندنا السبت ماتشة عندنا يوم اثنين وعندنا يوم تمانية الزمالك ترغيم الزمالك على السوبر فالله يكون فون كابتن حسام بفرقيته فالسعدات فنية اعتقد كابتن حسام متوليها واعتقد ان الفيلم سفرده يوم تسع يعني خلاصه ماتشة ثمانية سفر تسع ان شاء الله وهيضربه بقى تسع وعشر واحداشر ويلعبه ماتشة اثنين ان شاء الله خلال الفترات الاخيرة كان هناك طبعا مع اهل دبي احنا بنحاول نقول معلومات جديدة الجمهوري سمعنا وسمع معلومات جديدة متوقع تدريبات الاهل ان شاء الله يكون في اهل دبي خلال ايام القادمة ولسه كمان ترتيبات التدريبات وموعيد التدريبات بالنسبة للفريق في لقاء السوبر اهل بس ما يتحدد بشكل نهائي السفر امتى واتبقى تدريبات فعالي دبي زي السنة الفيات العبلية ان شاء الله ورده نفس القصة باذن الله اه واعتقد الموضوع دي يعني موضوع تنظيم التدريبات بموضوع سهل جدا هناك الناس بيقدموا كل تيسيرات فده مش شارعين هامو لكن هنشوف بس عن سفر امتى ان شاء الله التأكيد من الكابتن رساميان مباراة السوبر للمرة الثالثة على التوليف الامارات حدث رأيك في الملف ده ازاي وبالتأكيد كلنا سعداء كمان باستضافة الامارات لهذا الحدث مباراة السوبر المصري وحاليا المباراة على استاد هزاع بن زايد الاهلي عنده ذكريات جميلة في هذا الملعب مباراة روما ومباراة الزماني في السوبر قبل الماضي اه طبعا احب نحب الملعب ده جدا يعني يعني طبعا ان شاء الله هو الملعب ما مولوش علاقة بس يعني ان شاء الله ولادنا هيقدموا عرض كويس طبعا ما عرفنا الفزاع بن زايد احنا الحقيقة كنوا صعداء السوبر العام الثالث على التولي يمكن السنة اللي فاتت خسارنا بالضروات الجزائية زي ما كله عارف فان شاء الله انا عوض السنة دي بإذن ان شاء الله الحدث اللي قبل ده مباراة أتلاتكم مدريد اخر الترتيبات واخر الاجراءات وفريق الاسباني هيصل برج العرب امتى مباشرة واخر الاجراءات والترتيبات الادارية خلال الساعات القادمة لا وكل الاجراءات تمت الحمد لله بالتنصيق مع مدارية أمن اسكندرية هردك عرف في 29 بيترو جد هناك اتنال اسكندرية الحمد لله فاحنا نتسافر ان شاء الله 28 عشان نتواصل مع الشركة الرعية برضو التذكر اتطلحت النهاردة انا طبعا اتفاجأت او مش متفاجأ يعني لكن الاخبال شديد يدا انا كنا العنين من 30 ديسمبر في اسكندرية 8 مساء ده شيء اه يعني ده يعني شتوي شتوي يعني لكن انا شاف الاخبال غريب جدا زي ما كون مباراة فاغسطس فجاو حلو وده احساس الناس اولا بفرقتهم سنين الهدف من المباراة هو ده الأهم وهو ده الأسمع اللي هو السلام ضد الرهاب فيعني الناس شايف ان في مشاركة قوية جدا وده بقولك لسه ده في خلال ساعتين يفاته بس لا والعنينت لغاية دلوقتي مفروض انه تقريبا 15 جوا النادي هنا انا شاف ان احنا يعني انا لسه ما حصرتش بس اصد في خلال ساعتين شاف اقبال كبير يعني ف يعني هتاخد ان شاء الله في خلال يومين هكون انت ذاكر خلص ان شاء الله تمان الترتيب هناك مع مدارية امن اسكندرية في مسألة اقامة واعاشة فريل اتليتكو اه قبل المباراة وكمان معاد السفر والتوجه لأسبانيا بعد المباراة لا هم يعني هم جئين من طريق خاصة وهيوصلوا انا معرفش 28 و29 وليسا ما اكدوش لكن احنا منصقين كل حاجة بمدارية امن اسكندرية من مجرد وصلهم لمطار بورج العرب والتأمين لغاية الفندق الاقامة والفندق متأمم الكامل احنا فريتين هتزيروا فندق واحد ان شاء الله فده اسهل للمدرية يعني او للامن هناك انه تأمين فندق واحد هيبقى اسهل من انه يبقى في منطقتين او في فندقين مختلفين الحقيقة هم في الحتة دي كمان مكان الفندق ووضعياته الجغرافية بتسهل عملية التأمين جدا فلا الحتة دي متنصقين فيها مع وضعية امن اسكندرية وان شاء الله سيكون متوضبك كويس ان شاء الله هنالك ايضا ترتيبات لمؤتمر صحفي قبل المباراة او لسه هذه الاجرات ما تمش الاتفاق عليها خلال الايام او الساعات القادمة هم يعني الشركة الرئية جايين دلوقتي في اجتماع حاليا حاليا يعني انتظرهم هم على وصول برضو هننصق الحتة دي انه هيبقى فيه اجتماع هو فيه اجتماع بعد المباراة طبعا فهننصق بس انه هيبقى فيه اجتماع قبل ولا لأ لاني رجع برضو للحتة ندي عدد كمدريد او مسؤولين عنه فإن شاء الله غالباً يبقى فيه قبله وبعد لكن المؤكد أنه بعد المؤكد يبقى فيه مؤتمر الصحف جزئية كمان مهمة دور الأهل الوطني في هذا الملف الأهل اللي دوره الوطني في إقامة هذه المباراة العالمية تحت رعاية طبعاً الشيخ تركيب الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية وبالتأكيد عوائد المالية لكل هذه المباراة سيتجي إلى ضحايا الإرهاب وهي مباراة قام من أجل السلام فدور الأهل الوطني في هذا الملف سيتلوا كيف ترخصتاً أن هذه المباراة بالطبع ستكون لها صدى كبير جداً في الأوساط القروية في أوروبا بسهر تكواء طبعاً دور الأهل الأهل ليس مسألة رياضة الموضوع بالنسبة لنا ليس مباراة في كرة القدم وإحنا ده الوقت الفاضي اللي أتلتك وطيئة درع فيه ورغم أننا عندنا ماتش 29 فإحنا وفقنا على 30 من أجل هذا الهدف اللي احنا كلنا بنسعلي احنا عزينا وجهة رسالة العالم كله احنا ضد الإرهاب الشعب المصري للإرهاب وطبعاً بمشاركة فريق أتلتكو مدريد الأسباني دير السلام بحثها لكل الناس يحسوا فرقة كبيرة زي أتلتكو من أكبر فرقة أوروبا نعمة موجودة في مصر أن المرعب فيه جمهور مليان أنه الدنيا هنا غير ما يعني بعد وسائل الإعلام المغرضة بتحاول تنقلها بر فإن شاء الله يعني نكون إحنا قمنا بالضور بتاعنا إن شاء الله وتكمل على خير بيزن له هل أي من اللاعبين العرب اللي تم توجيههم لهم الدعوة يعني أرسلوا تأكيد رسمي بمعادل وصول ولا برضو لسه الإجراءات أو المعلومات دي لسه لم تتوفر حتى الآن بالنسبة للعابين العرب اللي مدعين لهذه المباراة لا وفيه أعتقد ستة أو سبع وافو بس أنا مش متزكي الأسامي الحقيقي مش متابع حتة اللعيب يعني أنا متابع إجراءاتي تنظيمية أكتر لكن فيه أعتقد سبع وافو فيه نس ناس بتوافق و لا يعني هيبقى فيه مشاركة من اللاعبين العرب هيبقى طبعاً وفرقاتنا موجودة الحمد للهنا نديني 35 لعيب فالعاب 29 لعاب 30 لعاب 30 وبرضو أي لعيب في النادي الأهلي فهو من ضمن 35 اللي كلهم زيباً برضو على أهميش هذه المباراة اليوم النادي الأهلي أعلن عن تلقي عرض للعب مباراة في السعودية كما قيلت بأمام لعبي الدوري المحترفين هناك في السعودية خلال شهر فبراير لكن ننتظر الترتيبات والخاصة بموافقة الجهاز الفني على الموعد المناسب لهذه المباراة الدعمة وتفاصيلها بالنسبة للنادي الأهلي سبت اللو لا يمكن دعوة قتل الكابتن محمود مباشرة يعني هو لسه بيدرسها مع الأول مع لاجنة الكورة مع كابتن حسام عشان نقدر نعلن يعني التفاصيل بالزبط فيعني بس أما يصروا الحاجة إن شاء الله غير طبعا تشوف التوقيتات انت عارف الدوري مضغوط جدا من شهر فبراير عشان مفروض دوري يخرص في معيه فهنشوف إيه المعادة اللي ممكن يبقى مناسب أو يعني لاجنة الكورة هتشوف مع الكابتن حسام وهيقراره إن شاء الله سبت اللو أنا أشكرك شكرا جزيلا ومعلومات جديدة في هذه اللحظات عن مباراة الأهلي والمصري السوبر مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد وفي اكتماح حاليا بخصوص الترتيبات الخاصة عن مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد مع الشركة الرعية للمباراة أنا أشكرك سبت اللو ودائما توفيها رب إن شاء الله شكرا 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 إذن دقل لقناة مع سنة اللو أشرين شمس عن آخر الترتيبات والإجراءات الخاصة بالأحداث الرياضية العديدة للنادي الأهلي في هذه الفترة مباراة أمام أكلتكو مدريد مباراة في السعودية ننتظر موافقة الجهاز الفني على الموعد المناسب مباراة السوبر المصري لجمهير النادي الأهلي بتنتظرها في كل مكان وسينتلئ الملعب بهم كما هم عاودون دائما في الإمارات وفي أي مكان في أرجاء الوطن العربي لكن من هذا المكان ومن أمام هذه البطولات الكثيرة والكبيرة دوري كاس بطولة أفريقيا سوبر أفريقيا الأهلي دائما طبعا صاحب الألقاب القياسية والأرقام القياسية هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عودة من جديد إلى زميل إيهاب الخطيب إليك الكلام زميل إيهاب